رجل وميكالي نروح من المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي منتخب الأولمبي اللي هيلعب إن شاء الله السنة الجاية أو هيشارك في أولمبياد باريس وأنتوا عارفين واللي مش عارف خلينا نقول أنه بيسمح للمنتخبات الأولمبية في المنتخبات التي تعرف أولمبياد أنها تاخد معاها في القائمة بتاعتها ثلاث لعبين فوق السن من حق المدير الفني أو من حق المنتخب أنه يشارك معاه لعبين فوق السن وبالتالي كل منتخب يحاول يدعم المراكز اللي ممكن تبقى قليلا عنده أو المراكز اللي مفهاش وفرة عددية بلاعيبة كبيرة أو يدخل على الاسكوات بتوعه أفضل تلات لعبين موجودين على السحة ممكن يكونوا إضافة للمنتخب بتاعه في بطولة الأولمبياد طيب روجيرو ميكالي بيفكر إزاي في قصة هو لسه بدلي طبعا انت الأولمبياد هتتلاع في أعتقد شهر ستة اللي جاي في باريس يعني قدامك لسه تسعة شهور ما تعرفش مين هيكون فايق وقف على رجله ووصل لفورمة عالية مش مصاب وجاهز للمشاركة أو فريقه يسمح له بالمشاركة في البطولة زي دي لكن في النهاية قرار ميكالي مبني على احتياجاته هو شايف أنه فيه تلات مراكز عنده يحتاج فيهم لتدعيم بشكل كبير بصرف النظر عن الأسماء وإن كان بيتمنى وبيأكد على فكرة أنه محتاج أنه صلاح يكون موجود معاه وبالتأكيد صلاح هيكون إضافة كبيرة لمنتخب مصر إذا ما سمحت إدارة ليفربول لكن هو راجل بيتكلم على أنه محتاج عنده نقص جديد جدا في مركز المهاجم بيعتمد بشكل أساسي على أسامة فيصل وبالتالي بيفكر في أنه يدم مهاجم بيفكر أيضا في لعب خط نص بعد طبعا ما تأكد غياب محمود صابر نجم المنتخب لأولمبيا عن المباراتين الأولاتين لمنتخب مصر في الأولمبياد عشان اضطرت في نهاية أمم أفريقيا وبيفكر كمان في مركز حراسة المرمى لكن في النهاية محدش عارف قبل ما المنتخب يسلم قايمته ممكن تكون فيه مستجدد ترجمة نانسي قنقر